ننصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مجلس أبو ظبي الرياضي أعلن أن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين هيصطديق مباراة كاس السوبر المصري اللي تم اعتماد معادها الجديد يوم 28 أكتوبر 2022 الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة وقال الموقع الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي أن الموجهة المرتقبة للكلاسيكو المصري الأشهر عربيا بين الأهل والزمالك هيكون للمرة الخمسة في الإمارات فريق تشالسي الإنجليزي حقق الفوز على فريق أودنزي الإيطالي بنتيجة 3-1 في الموجهة الودية لتلعبة مباراة سجل تشالسي الهدف الأول لعبه المميز كونتي في الدقيقة إلى 20 وسجل الهدف الثاني الوافد الجديد رحيم ستيرلين في الدقيقة 37 والهدف الثالث سجله ميسين ماونت أما هدف الفريق الإيطالي فسجله جيرارد دولوفيو في الدقيقة إلى 42 من اللقاء حبيبة واقل لعبت منتخب التايكوندو توجد بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم لناشئين التايكوندو لتلعبت في تركيا في منافسات وزن تحت 47 كيلو جرام وفازت حبيبة علي لعبت بولندا والسربيا قبل ما يتم تتوجها بالبرونزية في بطولة العالم وبكده مشاهدين خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لشازلي وجمعنا عشان يكملوا بقية فقراء الصباح خير يا مص إليك نيدا نشكرك شكرا جزيلا